الجزء الرابع من الوحدة الثانية اسمه بيان الدلة وانسحابها بيان الدلة المقصود برسم الدلة شكل الدلة فبنقول ان اي دلة يمكن تمثلها بمنحنة في المستوى XY أو OXY بحيث ان اي نقطة على المنحنة الدلة بتتكون من زوج مرتب يعني لو انا رسمت ده محور X وده محور Y ودي الدلة بتاعتي اي ان كان شكلها فالنقطة دي مثلا لها احداثين X وY X هو البعد العمودي عن محور Y والY هو البعد الرأس العمودي عن محور ده X وده Y عن محور X طبعا كل ما غيروا النقطة دي كل ما هتتغير الاحداثيات يعني دي قيمة لX وقيمة لY وبالتالي وانا بمشي يمين X بتزيد وانا بمشي يصار X بتA X بتL في بعض الدوال الشهيرة الرسمة وبالتالي حنشوف ان انا هستخدم هذه الدلة في معرفة رسم الدوال اخرى على علاقة بيها فالدلة F of X بتسوي جزر X دلة جزرية القس بتاعها زوجي يبقى مجال بتاعها ما تحت الجزر اكبر من او يسوي صفر وبالتالي من صفر الى مالة نهاية لما اجي ارسم الدلة دي لو ده محور X وده محور Y فالدلة بتاعتي بتترسم في الجزء الموجة فقط شكلها بالشكل ده كده طيب الدلة دي زوجية ولا فردية دي ليست زوجية وليست فردية ليست زوجية وليست فردية خلاص اي نقطة هنا بتمثل احداثيين يعني مثلا لو ده احداثي X بيساوي واحد يبقى Y بتساوي واحد ليه؟ لان انا هعوض في الكلام ده لو مثلا X بتساوي 4 يبقى حلائل Y بتساوي 2 وهكذا الدلة اللي بعد كده X تكعيب دي دلة كسرة حدود يبقى مجال تعريفها R يبقى هترسم على محور X بالكامل الرسمة بتاعتها عاملة حاجة بالشكل ده كده من الشكل كده الدلة دي فردية لانها متمثلة حول نقطة مين؟ حول نقطة الايه؟ الاصل لو قلت F وفكس بتساوي مقياس X فده قلنا قبل كده ان المجال هو مجال ما بداخل المقياس الرسمة دي او الدلة دي رسمتها بالشكل ده كده عاملة زي السبعة لو ده محور X وده محور Y فالدلة دي دلة زوجية ليه دلة زوجية؟ لانها متمثلة حوالين محور Y الدلة الرابعة هي F وفكس بتساوي X ده محور X وده محور Y هلا هي عبارة عن خط المستقيم بيمر بنقطة الاصل ده X وده Y من الشكل كده يبقى الدلة دي دلة فردية لانها متمثلة حوالين نقطة مين؟ نقطة الاصل الدلة F وفكس بتساوي X تربيع دي كسرة حدود يبقى مجالها هو R الرسمة بتاعتها حاجة بالشكل ده كده عامل زي القطع المكافئ ده محور X وده محور Y الدلة دي متمثلة حوالين محور Y تبقى دلة زوجية اخر مسألة عندنا او اخر دلة شهيرة من مشاهير اللي عندنا F وفكس بتساوي واحدة لX دي دلة كسرية يبقى مجالها R مع عدد اصفار المقام ايه اللي يخلي المقام بصفر ان الX تساوي صفر لو حبيت ارسمها يبقى مفوض ما يترسمش عند X تساوي صفر خالص فالدلة دي حاجة بالشكل ده كده يمين وحاجة بالشكل ده كده ايه يسار دي متمثلة حوالين نقطة الاصل يبقى دي دلة فردية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة